الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله السلام عليكم ومرحبا بك في الثاني حلقات هذا اليوم والأولى على القناة الأولى لموقع مشروح كما هو معلوم لدى المتابعين الأوفياء لمشروح فقد سبقوا شاهدنا منذ أكثر من سنة كيفية اختيار أفضل قناة تردد للويفي أو الواي فاي نفس البرنامج الذي قدمته في تلك الحلقة نقالته أو قدمته عدة مواقع وقنوات أخرى أقدم من مشروح بسنوات ورابط الحلقة تجده في موضوع هذه الحلقة والرابط أسفل هذا الفيديو على اليوتيوب يمكنك الرجوع إلى تاريخ نشر الفيديو أسفل الحلقة على قناتي ومقارنته بالتاريخ الذي نشرته في قنوات أخرى لا أريد أن أذكر أسماء حتى تعرف من أخذ الشرح من من وهذا لا إشكال فيه عندي أنا لا أتحرج من هذا ولا أنفر منه فالبرامج والمواقع هي ليست حصريات هذه نقطة يجب أن يفهمها الجميع لأن الموقع أو البرنامج الموجود على الانترنت يمكن لأي شخص أن يصل إليه مثلا يمكنني أن أشعر برنامج كامتار زيستوديو بطريقتي أو الـ Advanced System Care كما سبقه فعلت وقنات أخرى تقوم أيضا بشرحها بطريقتها وهذا ليس نقلا أو سرقة النقل والسرقة يكون فقط في الحصريات أشياء اخترعتها أنت مثلا شرح اخترعته أنا بنفسي طريقة لصنع مثلا آدات معينة أو حل لمشكل معين لم يكن ذلك الحل موجودا أصلا على الانترنت لا على المحتوى العربي ولا حتى على الغربي أو مجموعة من الطرق التي قدمتها لحل بعض المشاكل أيضا تشكيلة خاصة بي إذا أتيت أنت مثلا واخذت نفس هذه التشكيلة ولم تضيف شيئا أو لم تحديف شيئا فهذا يعتبر صرقة ونقل أما تقديم الشرحات للمواقع والبرامج فهذا لا حرج منه ولا يعتبر أصلا نقلا أو صرقة لأنها متاحة للجميع وليست حكرا على أي شخص هذه نقطة أحببت أن أوضحها لأني ألاحظ أن هناك خلق كبير في هذا الموضوع إذن بالعودة إلى موضوعنا في هذه الحلقة إن شاء الله سوف أقدم لك برنامج آخر يمكنك الاستعانة به في اختيار أفضل قناة للواي فاي أو الوي في الخاص بجهازك لكن السؤال الذي يطرح الآن هو لماذا أصلا يجب اختيار أفضل قناة والجواب ببساطة هو أنه عندما يكون هناك أجهزة راوتر لجيران لديك قريبة منك فهناك احتمال أن يكون جهازك وتلك الأجهزة يستخدمون نفس القنوات وبالتالي فهناك أيضا احتمال لحدود تشويش الشيء الذي يمكن أن يؤثر أيضا على اتصال أنترنت لديك وبالتالي فمن المهم جدا أن تعرف ما هي أفضل قناة لك أنت ويفضل أن تكون مختلفة عن قنوات الجيران وبالتالي تتجنب التشويش مع الجيران وتستفيدون جميعا من اتصال أنترنت تابت أو من أفضل قناة ممكنة لتوفير هذا الاتصال وبالتالي تسريع الانترنت ولو نسبيا إذن دعونا ننتقل إلى التفاصيل مرحبا بك مجددا إذن كن مع لك في علوة الدخول إلى صفحة البرنامج الذي نستخدمه هذا البرنامج أيضا مجاني كالعادة أقدم لكم البرامج المجانية نضغط هنا على Download Free Wi-Fi Channel Pickle ثم نضغط على OK وبرايمي الصغير كما تشاهد تم تحميله في ثانية نضغط على Open للبدء في تتبيته هذا هو برنامجنا ضغطتين ثم Extract All أو Extract 2 ثم Extract أو Extract تم استخراج البرنامج أيضا ضغطتين يبدأ البرنامج في الاشتغال الآن يفتح معنا على هذا الشكل كما تشاهد يقوم الآن بإجراء فحص لمعرفة أجهزة الروتر القريبة منك بما في ذلك جهاز الروتر الخاص بك أنت أيضا إذن كما تشاهد معي البرنامج الآن فقد تمكننا من تحديد الشبكة الخاصة بي أو جهاز الروتر الخاص بي لعل أجهزة الجيران المنطفئ الآن بالأمس استخدمته وأدار لي جهاز الروتر آخر لأحد جيراننا المهم هذا هو جهاز الروتر الخاص بي كما تشاهد هنا يقول لي مشروح في اسم الشبكة وهنا يعطيني السيجنل أو قوة الإشارة يقول لي 90% طبعة الحال بما أن جهاز الروتر موجود عندي في نفس هذه الغرفة التي أسجل منها هنا يعطينا مجموعة من المعلومات على العموم إذا استخدمت هذا البرنامج وكان هناك جيران لك يستخدمون أيضا اتصال واي فاي من خلال أجهزة الروتر فسوف تظهر لك أجهزتهم هنا نفس الشكل على جهازك سوف تظهر لك أجهزة أخرى هنا وتظهر لك أيضا قوة الإشارة الواصلة لك من تلك الأجهزة الخاصة بهم ثم هنا هدو المهم عندنا في تشانل تظهر لك القناة المستخدمة في جهازك وأيضا في أجهزة الجيران إذن في جهازك متشاهد يقول لي بأن القناة المستخدمة هي القناة رقم 6 وهذه واحدة من أفضل القنوات التي يمكنك استخدامها في الاتصال بالأنترنت لجهاز الروتر الخاص بك إلى جانب القناة رقم 1 والقناة رقم 9 والقناة رقم 11 إذن هذه أفضل القنوات التي أنصحك بها إذن فقط تقف على الروتر الخاص بك وتقوم بالتشير هنا بعد ذلك تذهب إلى هذا الخيار ثم كما تشاهد معي يقول لك أفضل القنوات هي واحد أو ستة أو أحد عشر لكن أنا أضيف لك بأن القناة رقم 9 هي أيضا واحدة من أفضل القنوات التي يمكنك استخدامها وبالتالي فأنت الآن عرفت ما هي أفضل قناة يمكنك استخدامها وأعطاك ثلاث خيارات يمكنك استخدام واحدة من هذه القنوات أيضا إذا وجدت بأن هناك جيران لك تظهر أجهزتهم هنا ويستخدمون نفس القناة مثلا إذا استخدمت أنت القناة رقم 1 قل لجارك أن يستخدم مثلا القناة رقم 6 وإشرح له الموضوع قل له حتى لا يتم تداخل في الإشارة وبالتالي سوف نستفيد جميعا من عدم التشويش وأيضا إن شاء الله من تعصر ولو نسبي في سوعة الأنترنت لديكم جميعا عرفنا الآن القنوات الملسبة نأتي الآن إلى كيفية تغيير القناة في جهاز اللوتر الخاص بك بطبيعة الحال يجب أن تقوم بتسجيل الدخول إلى جهاز اللوتر الخاص بك إذا لم تكن تعريف كيف يمكنك فعل ذلك فهناك حلقة سبق وشرحت في هذا الموضوع تجدوا إن شاء الله في موضوع هذه الحلقة مع مجموعة من شروحات أجهزة اللوتر إذن بعد أن تدخل تذهب إلى إعدادات الويرلس أو الواي فاي لكن أنا أذكر بأن إعدادات أجهزة اللوتر تختلف من جهاز اللوتر إلى آخر ويستحيل علي وعلى أي شخص أن يشرح جميع إعدادات أجهزة اللوتر لأن هناك العشرات إلا منقل المئات والألاف من أجهزة اللوتر المختلفة وبالتالي يجب أن تبحث على مكان تغيير القناة في جهاز اللوتر خذ وقتك وابحث إذن في حالة أنا الآن أضغط هنا على Configure أو Configure من أجل الذهاب إلى الإعدادات كما تشاهد عندي هنا خيار يسمى بالشانل أو القناة والقناة كما تشاهد هي القناة الرقم 6 كما أظهر لي البرنامج إذن فهناك تطابق والبرنامج يقوم بوظيفته بنجاح إذن كل ما عليك فعله الآن هو تختار من Channel Selection الطريقة اليدوية إذا لم يكن بإمكانك تغييره من هنا لم تستطع فسوف تجد عندك خيار Channel Selection أو شيء من هذا القبيل يسمح لك بالتحول إلى الوضع اليدوية كما تشاهد معي الآن يمكنني إختيار القناة كما تشاهد إذن تختار القناة التي تناسبك من القناة الأربع التي ذكرتها لك بعد ذلك فقط تضغط على أبلاير وابليكي أو سيف من أجل الحفظ على حسب الروتر وبهذا تكون قد عرفت ما هي أفضل قناة لجهاز الروتر خاصتك وأيضا لإجهزة الجيران لتجنب التشويش وأيضا تسريع الأنترنت على جهازك كان هذا كل شيء في هذه الحلقة أتمنى أن تكون قد استفدت منها لا تنسى الضغط على زي اللايك ومشاركة الحلقة والاشتراك في القناتين الأولى والثانية لموقع مشروح حتى يصلك الجديد كما لا تنسى الانضمام إلينا على صفحتنا على الفيسبوك facebook.com.com وعلى أمل اللقائبك إن شاء الله في الحلقة المقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة